ممكن يا دكتور في الأول بقيت قولينا أصلاً إيه أنواع يستمنى نطلع فيه كذا نوع اللي هي المنخفضة حاجة كده ولا المتوسطة؟ تمام خلينا أول بقى قبل بس ما أدخل في السمنة قبل أنا سعيد أني موجود محظرك وسعيد أن أنا موجود في بيتي وأحد مصادر السعادة بالنسبالي قناة النادي الأهل تعرف حقيقي من ضمن أكتر الحاجات اللي بتحسن الحالة المزاجية بتاعتي؟ الأهل لا لا ما يكسب وفق إلى العيب لا لا بجد حقيقي لو بتشوفيني حاجة الجميع لا حقيقي لو ما بتشوفيني وانا ترجع مش هتكورة أو لا 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 بقصة تانية خاصة لا لا ما هوحنا كنا بنقول على عشرين عشرين وقت لما كان الكوفيد والعالم كله وحزين وإحنا الحمد لله عمليين بطولة وربطولة كنا بنقول لك مش حاجة تانية مصدر السعادة فعلا ده واقع يعني خلي بالك هو في علاقة بين الحالة النفسية والسمة حقيقي أصدرت السؤال في المنتهى الأهمية والسؤال ده خلينا نقول في حملة 100 مليون مواطن أو 100 مليون صحة اللي كانت رئيسة متبنية هتلاقي من ضمن الحاجات اللي لازم تتعمل كان موضوع السمنة لأن السمنة هل السمنة شيء أساسي وضروري ولازم نتم السيطرة عليها آه لأن حريك لو رحت لأي تخصص سي لو رحت مثلا للدكتور العظم دكتور البطنة دكتور القلب دكتور العيان اللي عنده كوليسترول العيان اللي عنده سكر كل ده أول حاجة بيبص عليها هو موضوع السمنة ولازم يعالج موضوع السمنة وده في الجزء الثاني هنقول هنعالج إزاي السمنة بطريقة صحية حاجة سألت سؤال ما هي أنواع السمنة عشان نعرف أنواع السمنة فيه أصبح لازم عندنا حاجة اسمها ثقافة الميزان يعني إيه ثقافة الميزان الميزان لازم يبقى شيء أساسي عندنا في البيت من الأساسيات وليس من الكمليات نحن بنخاف ما هو حريك عشان نقابل أي مشكلة الواحد يخاف والله السبح لو نتعشي تقيل بص حدرتك حريك نتعشي تقيل من ضمن الثقافة الغذائبة من نتعشي صح بس لسان ضعيفة دكتور علاء والله بص حريك هي شهوة ولازم الشهوة دي أتحكم فيها صح وعلى فكرة برضو من ضمن الحاجات أنا نكلم فيها إزاي أتحكم في الشهر تمام؟ نجي نتكلم هل النهاردة السمنة ليها أنواع؟ آه ليها أنواع الأساسي فيها الوزن يبقى لازم يبقى عندي ثقافة الميزان يعني إيه ثقافة الميزان؟ يعني أنا عندي الميزان محطوط في حتة ثابتة محطوط بوزن نفسي بلبس معين ما يغيروش بوزن نفسي في وقت معين في مكان معين يعني ما جيش النهاردة أوزن نفسي مثلا في الريسيبشن أجي الأسبوع الجاي أوزن نفسي في قط النوم إيه ده بقى إيه العلاقة؟ آه لأن حريك هنا تغيير حاجة حاجة ليه حلاقة بالحاجة الميكانيكالي يعني حاجة يعني أنت ممكن نوع البلط اللي تحت الميزان آه ما ليه؟ يفرق يفرق في القراءة اللي بيدالك الميزان آه طبعا يعني مثلا ممكن تلاقي قط النوم معمولة مثلا بركت هتلاقي مثلا سي الريسيبشن معمول رخاني خاني اللي بيخسس أكتر لا مش يخسس أنا أهمني هنا أثبت وزني أثبت وزني على الميزان العامل طبعا ده مهم جدا وبعدين حالا أنا بأوزن نفسي قابل الفطار ولا بعد الفطار أثبت كل مفروض أول ما نسحى ده الوزن اللي بيكون ده صح أنا جبت القراءة بتاعتي بقس الوزن بتاعي على مربع الطول مربع الطول ده حزمة بسيطة جدا أنا بجيب الوزن أنا عارف طولي بيطلع رقم بأخذ رقم ده أوزينه تاني على طولي يبقى أنا كده جبت الوزن على مربع الطول يعني الثقافة الموجودة اللي هيقولك الست تبقى نفس يعني لو أنا مثلا 170 يبقى أنا بقى سوريا بقى 60 ولو راجل 170 يبقى 70 كيلو ده كان زمان من ضمن المؤشرات أو اللي احنا نقدر نقول الراجل ده عنده سمنا للوقت لأ هو في حاجة اسمها مؤشر كتلة أنا بقوله حاجة ده اسمها مؤشر كتلة ده بقى غلط خلاص أو دي صقافة أنا طبا مصيبة لو عايزين يبقى 60 كيلو لا بجيب الوزن على مربع الطول بيطلع عندي الرقم بتاعي الرقم بتاعي بيقولي هو أنا فأني حتة هل أنا بعاني من سمنا أرقام بتطلعلي لو ببساطة لو من 19 و 19 من عشر من 20 ل 25 فأنا هنا وزني مثالي من 25 ل 29 و 19 من عشر خلي بالك أنت عندك زادة في الوزن بستيكير أنت دخل على سمنة من 30 ل 35 دي الدرجة الأولى في السمنة اللي هي بسموها السمنة البسيطة من 35 ل 40 دخلنا في سمنة متوسطة بعد كده من 40 ل 45 دخلنا في سمنة مفرطة ده الفات هي من 40 يعني البرسنتج دي بتاع الفات ولا بتاعت ايه لا هو ده مؤشر كتلة بتاع جسمك 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 خلي بالك مؤشر كتلة بيقول كده وده بينعكس على ان انت فأنا نوع من نوع السمنة بس خلي بالك زي ما قلنا واتفقنا ان مؤشر الكتلة ده لا ينطبق لا على الرياضيين ولا على الأطفال